اختتمت في محافظة لحج الورشة التدريبية الخاصة بمراجعة الخطط الاستراتيجية التربوية بالمديريات المستهدفة ضمن مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في بلادنا المكون أو في مكون تعزيز الحكم المحلي في تعافي قطاع التعليم المولى من الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع وزارة الإدارة المحلية ووزارة التربية والتعليم وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائية بالتعاون مع منظمة سول للتنمية الورشة استمرت على مدى ثلاثة أيام بمشاركة خمسين مشاركة ومشاركة من مكتب التربية في المحافظة والمديريات المستهدفة التي شملت القطاعات المختصة في التخطيط الاستراتيجي بهدف تحديد الأولويات وتحديث الخطة الاستراتيجية التربوية بمشاركة المختصين ومدراء مكاتب التربية والتعليم في المديريات المستهدفة في اختتام الورشة أكد رئيس الشعبات التدريب والتأهيل في محافظة لحج عبدالواحد عبدالله حرص مكتب التربية حرص مكتب التربية على تنفيذ الخطة الاستراتيجية التربوية وتنفيذها وفقا للمعايير المطلوبة مشددا على أهميته تحديث الخطة بشكل مستمر تهدف الورشة إلى مراجعة الخطة التربوية في المديريات المستهدفة وتحديث ثلاث أولويات يمكن العمل عليها خلال الفترة القادمة